أرسل الرئيس سيسي برقياد تهنئة ومعايدة لأسر الشهداء من الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفتر المبارك يأتي هذا تقديرا لتضحية الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها في كل الظروف والأحوال بذلا وسعي في إنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق في كل مكان في مصر كان فيه تضحية تضحية الأبطال ضحوا بحياتهم عشان يحموا بلدهم وولدهم بنت الشهيد البطل أنا دكتور عبدالله حبيش ابن الشهيد المرخمطة أحمد مصطفى أختي الشهيدة اسمان عبد الحسن ابن الدكتور الشهيد البطل شيف منخيان زوجتي الشهيدة تطرع عبدالله من حمد عبدالله حبيش زوجتي الشهيد نبيع عدس إبراهيم الطبيب المصري وفريق الطبي واجه بنجاح جائحة كورونا في عز زروتها تسليحه كان علمه وإيمانه العزيمة كانت روحه إسراره إنه يقدي رسالته وينقذ كل مريض كان كل همه هي كانت مطيعة جداً كانت مطيعة وكانت بتحب الشغلاء كانت تحب الشغلاء بعميه لأنه مخلص في عمله جداً وعنده أمانة وإخلاص الشغلاء ده كان أهم حاجة في حياتها رقم واحد في حياتها شغلاء كانش بيفرق معها أي حياته أغلب الوقت ما كانش متعبداً ما كانش فيه محدة متأخره وشوه ده كان من الناس اللي بتاخد النبطشيات وكانت ملتزمها كعجبه ما كانش يقدر يتأخر عليه كان عنده ضمير وكان بيراعي ربنا العباد الحدود وكان هو متفاني جداً في العمل بتاعه وكان دايماً يسعى لمصلحة المرضى وإنه يفضل لهم العلاج الآخر لحظة كان بيقدي عمله وكان بيروح ما بيتأخرش عن حد وكان بينزل ويروح شغله لأنهما في عينين ملزوعة منه وأطفال ملزوعة منه مفتقدة جداً ما قدرش إن أنا أوصفه في كلمتين حاب ينزل لشي مساعد الناس برضو ما حاولش يعني يتنجل على وحد تاخد عجازة أو كده فهو استمر في عمله وفي حربنا ضد كورونا فقدنا شهداء كتير من الأطقم الطبية والتمريد دوابه كان صعبة وزي زابط الشرطة وزابط الجيش الدكتور نفسي حكاية بل الدكتور أكتر كمان وعصد ده الجيش الأبيض مخلصين الصعرانيين طول الليل والنهار كنت ترخيرهم والله بس برضو فرقة صعبة علينا يعني مش قادرين نعيش من غيره بصراحة أنا كان نفسي بدكتور من أنا صغري عشان بابا أنا كنت بحبه وما بيشتغل بحب بعض معاه عشان أتعلم منه حتى لو أعرفت أدخلت طب أبقى زيه وعشان كده القيادة السياسية حريصة دايما تكون مع أسرة كل شهيد في كل مناسبة فأرسل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية معايدة وتهنئة لأسر شهداءنا من الأطقم الطبية بمناسبة عيب الفطر المبارك هدية بسيطة من فخمت الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضرتك وللأسرة الكريمة ويعني فخمت الرئيس نيابة عن مصر كلها بيقول لحضرتك والأسرة الكريمة كل سنة ومتطيبين وشهداء مصر في الجيش الأبيض يعني مصر مش نسيها ربنا يبرك لنا في يا رب وطول في عمر يا رب يا رب وشكر أن السيادة الرئيس ألف ألف شكر ربنا يجعل مصر آمنة ومطمئنة وعايزين نبقى مصر في أمان ورخاء ربنا يديمه لمصر كلها نشكر سيادة الرئيس أنه فاكر كل الشهداء وكل الضحايا الضحايا كورونا وكل الضحايا فربنا يرحمهم جميعا شكر أن السيادة الرئيس على المعايدة الجميلة دي ربنا يخليك لنا السيادة الرئيس هو أبنينا هو الرئيس إنسان بيراعي كل الناس يعني فإحنا منشكره أكيد لو احتاجنا حاجة أكيد أن إحنا هنطلب منه أكيد هو الأب الرعي لكل المصريين تشكرين جدا ومتشكرين جدا على دعم سيادة الرئيس للجيش الأبيض كله تحية إجلال وتقدير وشكر لكل شهداءنا وأسرهم اللي ضحوا معانا في حردنا ضد فيروس كورونا المستجد